اطلقت احتفالة اليوم العربي للشعر في دورتها الثانية التي تأتي بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بتعاونه مع المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي ومركز الشيخ ابراهيم بن محمد للثقافة والبحوث وقد نوهت معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة بأهمية الاحتفاء بالشعر العربي الذي هو جزء هام من الهوية الثقافية العربية وحول تكريم سعادة الشيخة الدكتورة سعاد الصباح أكدت معاليها أن الحراك الثقافي في بملكة البحرين مدين للشيخة سعاد التي آمنت بالثقافة ودعمت البنية التحتية الثقافية في المملكة بدوره عبر السيد عبدالله حمد محارب المدير العام لمنظمة الأليكسو عن امتنانه لعاهل البلاد المفدة لإيمانه بعمل المنظمة واحتفائها بالشعر وشعراء كما توجه بالشكر إلى مملكة البحرين لاستضافتها لاحتفالات اليوم العربي للشعر وشهد اليوم الأول لبرنامج يوم الشعر العربي تكريم سعادة الشيخة سعاد الصباح حيث استلمت درعة تكريم نيابة عنها حفيدتها الشيخة سعاد بنت محمد الصباح